السلام للبنات كديري لباساليكم مرحبا بكم في فيديو جديد وموضوع جديد أكيد أن بزاف ديال السيدات كي شاهدوا القناة ديالي وسن ديالهم يعني متأخر بطبيعة الحال هذا الأمر هذا ما كي منعش بالمرة أن يحصل عندهم الحمل لأن مجرد ما جيك الدورة ولو بشكل متقطع فممكن أنه يحصل معها الحمل كين كذلك سيدات في القناة ديالي كي شاهدوها وجاتهم سن يأس مبكير انقطعت عندهم الدورة بشكل مفاجئ فالتهمة سينتبهوا لهذا الفيديو هذا لأنه فيه معلومات مهمة بالإضافة إلى الوصفة القوية لاسترجاع الدورة وبالتالي حدود الحمل في أقرب وقت ممكن بقيم معي في هذا الفيديو المهم وبطبيعة الحال إلا أعجبكم المحتوى ديالهم ما تنسونيش ديمة من واحد اللايك باش تشجعوا لي القناة وكذلك باش تعم الفائدة ويوصل هذا الفيديو هذا الجميع السيدات لمازالك ينتظروا بفارغ الصبر ولو أن السن ديالهم يعني متقدم فما يفقدون الأمل وهذا هو المبتغد يالي من هاد القناة أنني نعطيكم واحد طاقة واحد شحنة إيجابية باش تستمروا في المسيرة ديال البحث عن الحمل لأن بطبيعة الحال هاد المسيرة هادي كتكون شاقة نظرا لأن السيدة ما كتبغيش يعني تصبر بزاف كتكون متشوقة ومتلهفة باش يعني يكون عندها مولود وبالتالي من اللي كيكون عندها واحد تأخر فهنا كيكون واحد القلق والتوتر فهنا في هاد القناة هادي جتامعوا بزاف ديال السيدات اللي بحالكم بحالهم يعني نفس الحالة ديالكم باش هاك يعني كيعتو تهمة التجارب ديالهم يعني كيحطو تعاليق فأسفل فيديو وكل وحدة كتستفد من الأخرى وكتعم الفائدة بطبيعة الحال وهذا هو الفكرة ديال هاد القناة هادي ان شاء الله باش كل وحدة تستفد من تجربة ديال الأخرى وكذلك باش تعرفوا وصفات ناجحة مجربة باش يحدث مع هالحمل بسرعة أكيد أن كل سيدة لا بد أن تمر بمرحلة اليأس وانقطاع الطمت ولكن في بعض الحالات يحدث انقطاع الطمت المبكر لذلك يعني سأعطيك واحدة طرق علاجية منزلية لاسترجاع الدورة الشهرية لأن بمجرد ما ترجع الدورة تنتظم معاك وترجع في النزول ديالها إلا وممكن أنه يحدث معها الحمل بطبيعة الحال كيان سيدات في سن متأخر يعني في الخمسينات في الأربعينات فما فوق ويعني حدث معهم الحمل بسرعة نتيجة أنهم يعني كانت عندهم واحدة الدورة ولكن متقطعة مجرد منزلت عندهم الدورة داروا الوصفة وسبحان الله ديالي الوصفة كانت ناجحة وحدث معها الحمل إذا كان مجموعة من الأشياء اللي ممكن أنها تسبب هذا الانقطاع المفاجئ منها تجن يعني خصك ضروري أنك تجن بتناول الأطعمة اللي كتحتوي على نسبة كبيرة من الكوليستيرول والحفاظ على مستوى ضغط الدم حتى لا تزيد فرص الإصابة ديالك بأمراض القلب تناولي غداء صحي ممارسة الرياضة من الأمور المهمة اللي كتحسن من أداء وظائف الجسم ديالك المختلفة وكتساهم في تقوية جهاز المناعة وعمله بشكل صحيح استخدام العلاج بالهرمونات البديلة لعلاج انقطاع الدورة الشهرية المبكر أو ما يعرف بالعلاجات التعويضية بالهرمونات واللي كتتمثل في هرمون الأستروجين والبروجستيرون اللي كيحافظ على الأداء الطبيعي للدورة الشهرية بطبيعة الحال كين مجموعة من الوصفات تقليدية كتساعد بالفعل على نزول الدورة ولو أنها انقطعت لسنوات وهذا هو المبتغى أنكم ترجعوا الدورة ديالكم لأنه كين بعض السيدات يعني مازال صغارات في السن وكتحدث لهم هذا الانقطاع بسرعة للدورة وبالتالي احتمال حدود الحمل كيكون صعب وكي يلقى وحد تأخر في الإنجاب البقدونس البقدونس يعني من ضمن الأشياء المهمة لنزول الدورة لأنه فعلاً الكيمية دياله كيحتوي على أو هذا الأوراق هذو كيحتوي على فيتامين جيم هذا الفيتامين هذا كيساعد لتحفيز تقلصات الرحم ولكن ينبغي الانتباه على الكمية المتناولة لأنه هذو المادة هذي يعني لكي تكون في هذو الأوراق ديال البقدونس ما خاسكش تجاوزي واحد الكيمية محدة إذا البقدونس كيحتوي على كمية كبيرة من فيتامين جيم هذا الفيتامين هذا كيساعد لتحفيز تقلصات الرحم ولكن ضروري تنتبهي للكيمية المتناولة باش يعني ما تزيدش هذ المادة هذي في الجسم ديالك حاولي أنك تناولي ملعقتين يعني نقعي ملعقتين كبيرتين من البقدونس طازج في كوب من الماء الدافئ والشربه مرتين في اليوم الكوركم كذلك من العلاجات التقليدية المنزلية اللي ممكن أنها تساعدك على ضبط مستويات الهرمونات وكذلك يعني ممكن أنها تسبب استرجاع الدورة لأنه بطبيعة الحال هذه المادة هذيرة رائعة جدا كتساعد على تدفق الدم زيادة سرعة تدفق الدم وبالتالي نزول الدورة المحتبسة القرنفل كيفما كان عرفوه من الأعشاب الطبيعية اللي كتساعد في تنزيل الدورة وتنظيمها أيضا وذلك بسبب احتوائه على العديد من المواد الفعالة الضرورية للجسم إذن بطبيعة الحال أن هذه الأشياء هذه إلدرتها السيدة يعني بانتظام ممكن أنها تسترجع الدورة ديالها ولو كانت منقطعة لسنوات عديدة كين علاج آخر وهو علاج انقطاع الدورة الشهرية بالقرآن كيفما كان عرفوه بأن القرآن الكريم يعرج مختلف الأمراض المستعصية فحاولي أنك يعني باستخدام بعض الآيات المباركة من الله سبحانه وتعالى ممكن أنك يعني تنظمي هذا الأمر هذا وما يحصلش عندك مشكلة في الدورة ديالك إذن حاولي أنك تقرأي بعض الآيات المباركة وغادي تدريها يعني قومي بالقراءة ديالها على الماء والزيت غادي تقرأي الآيات على الماء والزيت وغادي تشرب المريضة من هذا الماء هذا على مدار اليوم يمسح كذلك بالزيت منطقة البطن وكذلك الرحم ثلاث مرات يوميا غادي تستمر على العلاج حوالي ثلاث أيام إلى أن تنزل الدورة الشهرية بإذن الله غادي تقرأي الآية التالية ثلاث مرات على الماء وكذلك ثلاث مرات على الزيت وهي بسم الله الرحمن الرحيم قال تعالى ثم قصت قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قصوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون بطبيعة الحال هذه الآية ضرورة قرأها السيدة لعندها هذا الاحتباس في الدورة اللي عندها انقطاع مفاجئ للدورة وكذلك السيدة لوصلوا سن اليأس بطبيعة الحال لربما ربي يرجع لكم الدورة ويحدث معها الحمل بسرعة أيضا من الآيات الهامة في علاج تأخر الدورة الشهرية والتي تقرأ سبع مرات على ماء الشرب والزيت قول الله تعالى ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر بطبيعة الحال هذا الأمر هذا ره ممكن أنه بالفعل يعني كان بعض السيدات حصل لهم هذا الانقطاع المفاجئ ورجعت لهم الدورة سبحان الله بقدرة الله بهذه الآيات الكريمة من كتاب الله عز وجل رجعت لهم الدورة انتضمت عندهم بشكل طبيعي بطبيعة الحال صورة الزلزلة سبع مرات على الماء ضروري القراءة ديالها سيدة اللي بغي تسترجع الدورة ديالها تقرأها سبع مرات على الزيت وكذلك على الماء وتستخدم الزيت على منطقة البطن وأسفل البطن يعني منطقة الأرحم هذا الأمر هذا غادي ساهم في استرجاع الدورة ونوكمت يعني واحدة الدورة منقطعة لسنوات عديدة كين أسباب أخرى مرادية وراء تأخر نزول الدورة منها فرط تنسج بطانة الرحم ورمليفف الرحم التهاب بطانة الرحم سرطان المهبل أو الرحم أو عنق الرحم التهاب كذلك المهبل دمور بطانة الرحم يعني هاد الأمور هدي رضروري أنك إلاش تهاد الانقطاع المفاجئ ترجع للطبيب ديالك تحاول أنك تستشري دير الفحوصات اللازمة باش يعرف الطبيب شنا هو المصدر ديال هاد الانقطاع ديال الدورة ديالك وبالتالي يعطيك واحدة الأدوية مناسبة على حسب الحالة ديالك إذن كين سيدة أخرى يعني كتعطي التجربة ديالها في هذا الموضوع هذا كتقول هاد سيدة انقطعت عند هاد دورة شهرين اعتقدت أنها حامل لكن سرعان ما نزلت على شكل نزيف وتكرر الأمر أكثر من مرة فأخبرتني الطبيبة أن ذلك من أعراض انقطاع الطمت يعني بدأ الخوف والقلق على هاد سيدة هدي مع مرور الوقت ودخولها سل يأس ولت عصبية بطبيعة الحال يعني هذا الأمر هذا أثر لها على النفسية ديالها وعلى الحياة ديالها وفي الأخير كتقول بأن المشاعر السلبية كترتبط بمدى تقبل المرأة لنفسها ضروري ما تسلميش وراء هاد التغيرات اللي كتوقع في الجسم ديالك خاصك ضروري تعيشي يعني على حسب الحالة ديالك ما تحاوليش تراق النفسية ديالك باش يعني لأن النفسية لها دور وراء هذا الانقطاع هذا المفاجئ للدورة بزفد السيدات كيكون عندهم فقط العامل النفسي هو اللي كيؤدي لهذا المشاكل وبالتالي يعني كيوقع لهم صعوبة في الحمل والإنجاب كان هذا هو الفيديو دياليوم نتمنى لإعجاب ديالكم